جولتنا الاقتصادية نستهلها بالشأن المحلي حيث ارتفع انتاج النفط في اليمن إلى مساويات قياسية في 2020 أي بنسبة تفوق 150% مقارنة بالعام 2014 وقالت المنظمة العربية للغاسي تقيلها السنوية الاحصائية 2021 إن الحكومة اليمنية تنتج قرابة 95 ألف برميل يوميا من النفط منذ ثلاث سنوات من حقول مارب وشبوة وحضر موت في حين كان الانتاج خلال العام 2014 لا يتجاوز 65 ألف برميل يوميا وتوجه انتقادات الحكومة اليمنية لرفضها الكشف عن كمية الانتاج النفطية اليومية منذ سنوات ولا عن مصير عائداتها وضعت ميليشي الحوثي ثلاث تسعيرات للمشتقات النفطية وحددت ثلاث جهات تتولى جني الأرباح في السغلال الواضح لنهب المواطنين وقالت مصادر محلية كات النفط في محطاتها الرسمية التي لا يتجاوز نسبتها 10% من الكمية والجهة الثانية ذهب ربحها للتجار الحوثين بنسبة 40% والتي تبع بـ 15 ألف ريال فيما تذهب بالنسبة لأغلب المشرفين والتي تمثل 50% وتباع بسعر 22 ألف ريال للدبة البترول سعة العشرين لتر ورفعت ميليشي الحوثي منذ سيدلتها على السلطة سعر البنزين للعشرين لتر من 3500 ريال إلى 22 ألف ريال والديزل من 2500 ريال إلى 28 ألف ريال واستوانة الغاز من 1200 ريال إلى 15 ألف ريال عاود الريال يمني خسر مجددا في عدن وبقية المناطق المحررة وسط مخاوفة شعبية من انعكاسات ذلك على الحياة المعيشية وكشفت مصادر مصر في ارتفاع سعر الدولار متجاوزا سقفا 1200 ريال في حين ارتفع الريال السعودي إلى أكثر من 300 ريال وعلى رغم مواصلة البنك المركزي قاف التعامل مع العشرات من شركات ومشأة الصرافة لمخالفة القوانين والأنظمة واتهامها بعملية المضاربة وتنفيذ مناقصة اسبوعي لبيع الدولار الأمريكي إلا أن كل ذلك لم يحد من تدهور قيمة العملة أوقف العشرات من أبناء محافظة المهرة عدد من القادرات أمام بوابة ميناء جمرك شحن الحدود مع سلطنة عمان ونفذ المحتجون وقفة أمام بوابة الميناء للمطالبة بتخفيض الرسوم الجمركية التي أقارت الحكومة مؤخرا بنسبة 100% واعتبر المحتجون أن هذه الرسوم تعد حصار جائرا أمام صغار التجار وحربا اقتصادية على المواطن البسطاء الذين يعانون من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وأخيرا أقارت الحكومة اللبنانية موازنة 2022 بعز بلغ 17% أي حوالي 7 تليونات الليرة وقال الرئيس الحكومة بعد جلسة مجلس نواب إن الموازنة هي الخطوة الأولى في مسال تصحيح المالي خلال مرحلة انتقالية وهناك ورشة حول خطة التعافي الاقتصادية اقتصادية